اشتركوا في القناة اذ كانت على ظهر الحسين شامة صغيرة تميزه عن اخيه كان الاب عبدالله شمس الدين موظفا في احدى الادارات وتم تعينه للعمل في تاسا ولذلك انتقلت الاسرة الى هناك كان الحسن والحسين قد بلغا الطور الثانوي من تعليمهما كان الشبه الى حد التطابق بين الشقيقين مفار انتباه زملائهم في القسم ومصدر متاعب بالنسبة لمدرسيهم كان الحسين اكثر ذكاء من شقيقه ولكنه كان فتى مستهترا بدروسه بينما كان شقيقه الحسن فتى مثابرا وكان يحصل بفضل ذلك على نتائج افضل من تلك التي كان يحصل عليها شقيقه حصل الحسن على شهادة الباكالوريا في العام سبعة وثمانين تسعمائة والف بميزة حسن بينما حصل عليها الحسين بصعوبة التحق الحسن بكلية الحقوق بفاس وكذلك فعل الحسين وكان يحاول الاستفادة من التشابه بينه وشقيقه وقد استطاع ان يجعل شقيقه الحسن يتجاوب من حين الى اخر مع مخططاته التي كانت تروم تضليل الاساتذة اذ كان يجتاز بعض الاختبارات الشفوية مكانه ولكن حبل الكذب قصير فقد تفطن بعض الاساتذات الى الامر هكذا حصل الحسن على الاجازة في الحقوق بينما تعثر شقيقه الحسين وقد قرر الحسن ولوج سلك المحامة التحق بمكتب احد المحامين المرموقين في فاس حيث اجرى تدريبا من عامين كان شقيقه قد انقطع عن الدراسة ومع ذلك فانه ظل في فاس لما انهى الحسن تدريبه فتح مكتبه الخاص مكتب المحامي الحسن شمس الدين وسرعان ما اشتهر بجده وكثر زبائنه والقضايا التي يتولاها صار بحاجة الى مساعد يتولى شؤون المكتب حين يضطر هو الى التنقل الى الدار البيضاء او الرباط او الى اي جهة اخرى في البلاد فكر ماليا في الامر ثم قرر ان يوكل الامر الى شقيقه الحسين تسارعت خط السنين كان الحسين يتولى استقبال الزبائن وكثيرونهم الذين كانوا يظنون انه المحامي الحسن شمس الدين سخر الحسين طاقاته واستوعب الكثير من الامور التي تتصل بالقضايا المدنية او الجنائية او التجارية وصار يتولى تحضير الملفات التي يرافع فيها اخوه كان بينهما انسجام تام وكان يتقاسمان عائدات المكتب وقد زاد من التحامهما رحيل والديهما بفارق سنوات قليلة كان الحسن متحفظا في علاقاته مع النساء بعكس اخيه الحسين الذي كانت مغامراته العاطفية كثيرة ولذلك كثرت نفقاته وصار من حين الى اخر يخفي عن اخيه بعض المداخيل مع مرور الوقت صار الحسن يتنبه الى مثل تلك الامور وبدأ يناقش شقيقه تصرفاته وسلوكه ويحثه على ضرورة التزام حد ادنى من التحفظ صونا للمهنة ولسمعة مكتبهما لم يكن الحسين يعير ادنى اهتمام لما يصدر عن شقيقه من نصحة كان الحسن يعاني من الشبه الكامل بينه وشقيقه وكثيرا ما حمل وزر ما كان يقترفه اخوه من تصرفات لا تليق بالمحامي وازدادت معاناته عندما بدأ علاقة مع احدى الشابات كان ينوي الارتباط بها ويتخذها زوجا وقد لاحظ انها لم تكن تستطيع التفريق بينه وشقيقه الحسين وخشي ان يتقاسمها معه ذات يوم فقرر الاستغناء عن خدماته وان يختار كل منهما نمط العيش الذي يريد لم يتقبل الحسين القرار الذي اتخذه شقيقه واتفق على اللقاء في ضيعة ورثاها عن والديهما وتقع في اطراف فاس على الطريق الى امزار لفض كل خلافاتهما حبيا ولبحث قسمة ما الى اليهما من ارث التقي في تلك الضيعة مساء الثامن عشر من ابريل من العام سبعة وتسعين تسعمائة والف وكان يوم جمعة دار بينهما نقاش حاد حول الاسباب التي جعلت الحسن يستغني عن خدمات شقيقه التوأم الحسين وعاد بهما النقاش الى سلوك الحسين كان الاخير متوترا دخل غرفته في السكن الموجود بالضيعة وعاد يحمل بندقية الصيد كان يحتفظ بها هناك مضى يهدد شقيقه الذي لم يكترف الى تلويح الحسين بالبندقية وفي لحظة اشتد فيها غضبه وتعالت اصوات الرجلين خرجت من البندقية طلقة استقرت الطلقة في رأس الحسن وهوى على الارض تكسو وجهه الدماء ادرك الحسين وقتها فقط خطورة ما قام به حاول ان يوقف النزيف ولكن الحسن كان يحتضر ثم بعض لحظات اسلم الروح كان الليل يتقدم غابت شمس ذلك اليوم منذ نحو نصف ساعة وجد الحسين نفسه وحيدا في الضيعة مع جثة اخيه بكى وندب حظه ظل جالسا بالقرب من الجثة عدة ساعات وفي بطن الليل تذكر ان العمال سيأتون بعيد الفجر وعليه ان يخفي الجثة ويمحو كل اثر اخذ معولا ومسحاتا وحفر حفرة عميقة بمحاذاة المنزل حمل جثة اخيه ووضعها في الحفرة اخذ بندقية الصيد وما بقي من خرطوشات والقى بها في الحفرة ثم ردم التراب حرص على تنظيف المكان من كل اثر ثم غادر امضى يومي السبت والاحد في منزله يفكر وقد قرر ان يتقمص شخصية اخيه الحسن صباح الاثنين الحادي والعشرين من ابريل تقدم الى دائرة الشرطة التي يتبع لها مقر سكناه وابلغ عن اختفاء شقيقه الحسين ومنذ ثلاثة ايام منذ ذلك اليوم صار يحمل معه وثائق هوية اخيه الحسن ويتبوأ مكانه في المكتب ولم يثر ذلك اي شك لدى الزبناء مر اسبوع على مقتل الحسن لعل تلك الفتاة التي كان ينوي الزواج منها افتقدت مكالماته جاءت الى المكتب كان الحسين هناك يتقمص شخص اخيه حسبته الحسن يومها قال لها انه قرر ان يضع حدا لعلاقتهما وانه غير رأيه في الزواج اصابتها تلك الكلمات الجافية في كرامتها لم تنبث ببنت شفة انسحبت في هدوء كانت عيناها تدمعا تخلص الحسين من تلك التي قد تكشف حقيقته يوما ما فقد يكون الحسن اطلعها على امور هو لا يعلمها منذ ذلك اليوم لم يظهر اثر لتلك الشابة المحترمة شاع في وسط المحامين خبر اختفاء الحسين الشقيق التوأم للمحامي المعروف الحسن شمس الدين وذلك ما كان يريده الحسين وقد صار الان في نظر الجميع الاستاذ الحسن لقد ساعدته الخبرة التي اكتسبها من عمله في المكتب على تقمص شخصية اخيه بشكل تام بينما لم تفضي الابحاث التي قامت بها الشرطة الى اي اثر للحسين الذي اختفى وابلغ عنه رسميا شقيقه الحسن مرت عشر سنوات في العام تسعة والفين صدر قرار بنزع ملكية الضيعة الكائنة بطريق ايموزار من ورثة المرحوم عبدالله شمس الدين لاقامة مشروع ذي نفع عام على تلك الارض جاء القرار ليذكره بجثة اخيه المدفونة في الضيعة بادر الى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الادارية بعد عامين استنفذ كل المساعي وصار اجراء نزع الملكية نافذا كان يعلم ان ذلك يعني اكتشاف الجثة فكر في الهروب الى خارج المغرب لما انتبه الى ان تجديد جواز الصفر يتطلب منه تجديد بطاقة تعريفه الوطنية باشرت سلطات فاس الاشغال في الضيعة كان على المقاولة التي رست عليها الصفقة ان تتدارك التأخير الذي حصل ولذلك لجأت الى استعمال معدات متطورة تقدمت الجرافات نحو المنزل القديم في الضيعة باءت بالفشل كل محاولاته للابقاء على البيت كان يسابق الزمن يحاول ان ينال الجريمة التي اقترف التقادم كان بينه والتقادم ثمانية اعوام تقدمت الجرافات نحو المنزل بدأ البيت يتهاوى انتهى كل شيء الحسين الذي ينتحل شخصية وصفة اخيه يعلم ان الروفات على عمق ضربة معول لم تكن امامه فرصة للهرب بعد بضعة ايام اكتشف العمال رفات مدفونة بجوار اسس المنزل الذي تم هدمه حضرت السلطات الامنية والقضائية والادارية واخرجت الروفات من الحفرة ومعها بندقية الصيد وايضا الخرطوشات في المستودع البلد للاموات حيث اجري فحص الروفات تبين ان الامر يتعلق بروفات رجل الارجح ان يكون قتل بطلقة في الرأس صوبت اليه عن قرب طبيعي ان يتم استدعاء صاحب الضيعة في هذه الحالة الاستاذ الحسن شمس الدين ما دام ان شقيقه الحسين قد اختفى منذ عشرة اعوام وقد فجأ الجميع بامتناع المحامي الحسن عن المثول امام رئيس الفرقة الجنائية ولذلك صدر من النيابة العامة امر باحضاره سيق امام قاضي التحقيق الذي سأله عن الجثة وعن بندقية الصيد التي اكتشفت في ارض الضيعة التي كان يملكها مناصفة مع شقيقه الحسين انكر ان يكون له علم بالجثة او ببندقية الصيد قال ان شقيقه الحسين هو من كان يتردد على الضيعة حيث كان يقيم صهارات وامسيات وانه لما الح عليه يطالبه باصلاح سلوكه اختفى ولم يظهر له اثر بالرغم من مذكرة البحث التي سجلها لدى الشرطة منذ عشرة اعوام قرر قاضي التحقيق ان يضع الحسن شمس الدين رهن الاعتقال الاحتياطي الى ان تنتهي الشرطة العلمية والطبيب الشرعي من اعمال التشريح والى ان تنجلي العلاقة بين الرفاه والبندقية التي وجدت مدفونة معها ضمن الاجراءات التي يخضع لها كل وافد على مؤسسة سجنية رفع البصمات ولم يكن الحسن شمس الدين ليشكل استثناء وكما هو معمول به تم ارسال الجذاذة الى المديرية العامة للامن الوطني كان اجراءا روتينيا فجر مفاجأة كبرى الشخص الذي اودع السجن تحت اسم الحسن شمس الدين لم يكن سوى الحسين شمس الدين الذي سجلت مذاكرة بحث عنه لدى الشرطة صار المحققون يظنون ان الرفاة التي عثر عليها في الضيعة انما هي رفاة الحسن شمس الدين وهو ما اكدته القياسات التي اخذت للجمجمة احضر الظنين امام قاضي التحقيق كان قد اختار محاميا لمؤازرته ابلغ بان الشرطة اقامت الدليل على انه ليس الحسن شمس الدين وانه انتحل هوية اخيه الذي يعتقد ان الرفاة التي عثر عليها هي رفاةه اعترف بانتحال شخصية وصفة اخيه ولكنه انكر ان يكون قتله وان كانت البندقية التي عثر عليها في الحفرة مع الرفاة هي بندقيته لم يعترف بقتله اخاه الا في جلسة لاحقة من التحقيق قال ان شقيقه هدده بالبندقية ولما حاول انتزاعها منه خرجت الطلقة وجهت اليه تهمة القتل مع سبق الاصرار وانتحال هوية ومزاولة مهنة المحاماة بلا مؤاهلات ولا رخصة وتمت احالته على محكمة الجنايات في تازا كان الحاج عبدالرفيع الهاروني من اشهر المقاولين كان منذ منتصف العام تسعة وتسعين تسعمائة والف منهمكا في متابعة اشغال بناء عمارة كانت موضوع صفقة حصل عليها من وزارة الاسكان وكان المعروف عن الحاج الهاروني انه رجل جاد في عمله ولذلك كان يقضي الساعات الطوال في ورش تلك العمارة كان العمال قد تعود على وصوله الى الورش باكرا قبل وصول العمال ويكون اخر من يغادر المكان في الخامس والعشرين من مارس من العام الفين كان الحاج الهاروني يستعد لصب الخرسانة على سقف الطابق الخامس من العمارة وقد لاحظ ان احد العمال اما عن جهل او تهاون كان لا يقوم بشد قضبان الحديد الى بعضها ولذلك توجه نحوه لينبهه لذي ينتبه الحاج وهو في طريقه الى العامل اذ وضع قدمه على لوح لم يكن مثبتا انقلب اللوح وهوى الحاج من علو خمسة طوابق مات على الفور كان الحاج عبد الرافيع الهاروني متزوجا وابا لثلاثة اطفال كان اكبرهم في العاشرة وقد خلف ارثا هاما يتكون من عدة عمارات ومن ضيعة كبيرة في قبيلة غياتا ومزرعة في البرانس كما انه خلف مبلغا ماليا هاما في حسابه البنكي وعلاوة على ذلك خلف الحاج الهاروني بوليسة تأمين على الحياة حصلت ارملته رقيا النعمان على تعويض مالي هام بينما وضع نصيب اطفالها الثلاثة في حساب خاص بصندوق الايداع والتدبير بامر من قاضي الاسرة بقية رقيا تستفيد من تفويد كان زوجها الهالك قد منحها اياه ويتعلق بتدبير مداخل العمارات والضيعتين الفلاحيتين خلال العام الاول من ترمولها فوضت تدبير مقاولة البناء الى احد مساعد زوجها كان الرجل واسمه عبد المالك السرغيني يسعى جاهدا الى التقرب منها وكان تدينه وما يبديه من تفان في عمله من الامور التي جعل ترقيا تثق به وحتى تبعد كل احتمال ولكي تكون لها عين على ما يجري فقد قامت بتوظيف ابن خال لها اسمه بجمع الصنهاج كسائق كان يكبرها بعام واحد وكان وان لم يصدع بذلك ولم يجاهر يتوق الى ان يتزوجها يوما ما كان يرى نفسه اولى بها وقد ترملت ولذلك كان لا يدخر جهدا في خدمتها وخدمة ابنائها كان عبد المالك السرغيني يأتي الى منزل السيدة ارقيا النعمان كل يوم تقريبا كان يبرر مجيئه باطلاعها على الاعمال التي انجزت وتلك التي تحتاج الى انجاز وعلى كل ما يهم عمل المقاولة وسيرها ومع مرور الوقت توطدت فقة ارقيا في الرجل وفي الوقت ذاته صار مستحيلا عليها ان تستغني عن خدماته في تدبير المقاولة وتسيرها كانت امرأة تنزع الى السذاجة وكان هو يعرف ذلك وذات مساء بعد ان عرض عليها ما تم انجازه من اعمال قال لها انه يطلب اعفاءه من مهامه طبيعي ان تسأله ارقيا عن السبب وعما اذا كانت ارتكبت خطأا في حقه سارع السرغيني الى النفي وفاجأها بان قال لها انه لم يعد يستطيع الصبر عليها قال لها انه يحبها ويهيم بها استمهلته بضعة ايام كانت ارقيا على صلة بزوجة امام المسجد المجاور وحرصت على زيارتها في الغد وكانت الزيارة مناسبة التقت فيها الفقه واستشارته فيما يطلبه السرغيني وتأسيسا على ما قالته عنه من انه رجل متدين ولم يثبت ان خان الامانة اشار عليها الفقيه ان تتزوجه بعد ايام عقد قرانهما وجاء يسكن معها في بيتها وبسرعة صار الامر الناهي في البيت يتدخل في كل الامور وصار يعتبر المقاولة مقاولته كان يعلم ان ابو جمع الصنهاجي ابن خال ارقيا هو خصمه الاول كان يود لو يستطيع التخلص منها ولكنه ارجأ الامر الى حين طبيعي ان لا يتقبل بجمع بسهولة ذلك الذي حدث الم يكن يحلم بان تأول اليه ابنة عمته ارقيا بعد ان ترملت الم يكن الاحق بها كانت تلك الاسئلة تلازم بجمع وكان حتى لا يتم ابعاده او اقصاؤه يولي كل الرعاية والاهتمام الى اطفال ارقيا حتى صاروا متعلقين به اذ ملأ الى حد ما الفراغ الذي خلفه الرحيل المفاجئ لوالدهم كان عبد الملك السرغيني مستعجلا الغنيمة ولذلك ما ان انقضت اشهر على زواجه من ارقيا حتى طلب منها ان توقع له تفويدا يطلق يده في تدبير المقاولة وتسييرها اعد نص التفويد وجاءها به ويعلم انها لا تعرف القراءة ولا الكتاب ومع ذلك فان ارقيا ومن باب الحيطة والحذر عرضت النص على امام المسجد وقد ابلغها بان ما كتب في ذلك التفويد امر لا يسمح للسرغيني بالتصرف المطلق في المقاولة كان السرغيني يعلم ان زوجته الساذجة سوف تمضي بالتفويد عند الفقيه قبل ان توقع عليه ولم يكن التفويد غايته ذلك انه لما رافقها الى مصلحة التصديق على الامضاءات دس بين نسخ التفويد توكيلا اخر حصل من خلاله على صلاحيات التصرف بالبيع في كل املاك السيدة ارقيا وقعت الورقة في الايام التي تلت تغير التصرفاته صار كثيرا ما يتغيب عن البيت بحجة الاجتماعات تارة وتارة اخرى بحجة السعي للحصول على صفقات تمكن المقاولة من التغلب على مصاعبها ثم بدأ يأتيها سكرانا ثملا لم تكن تصدق الذي تراه اليس السرغين هو الرجل نفسه الذي كان كل حديثه مسنودا بالايات القرآنية والاحاديث النبوية لما تخطت حدود الصدمة صارت ارقيا تتعامل مع واقع جديد لم تكن قد وضعته في الحسبان كان واقع الرجل الذي كان وراء القناع الذي سقط صارت فترات غيابه عن المنزل تطول بمرور الوقت وصار ترقيا تتمنى لو تزداد طولا لان السرغيني صار كلما حضر الى المنزل يفتعل المشاكل حتى يفسح لنفسه مجالا للصراخ لعله كان يسعى من وراء ذلك الى تذكير الجميع في ذلك البيت بانه كل شيء كان ترقيا تحرص على ان لا يتأثر الاطفال بالذي يحدث وكان ابن خالها بجمع يساعدها في ذلك كلما استطع كان ترقيا تأمل الخروج من الورطة التي وقعت فيها ولكنها في الان نفسه كانت تحرص على ان لا تظهر امام عائلتها ومعارفها بمظهر تلك التي ضحك عليها كانت تنتظر الفرصة المواتية للتخلص من السرغيني ذاك الثعبان الذي التف حول رقابتها الحلقة الثانية والاخيرة تزوج ترقيا النعمان على سنة الله ورسوله المدعو عبد المالك السرغيني بعد ان مات عنها زوجها المقاول المعروف تازى الحاج عبد الرافع الهاروني كانت ارملة شابة اما لثلاثة اطفال اكبرهم لا يتجاوز عمره عشرة اعوام وقد خلف المرحوم الهاروني ارثا مهما ففضلا عن مقاولة البناء كانت لديه عدة عمارات وضيعتان فلاحيتان كان السرغيني فيما يظهر رجلا متدينا امينا كانت تلك ملامحه الظاهرة لما كان يعمل لحساب الحاج عبد الرافع الهاروني ولذلك وافقت ارقيا على الزواج منها ظنت انه سيكون خير امين على المقاولة وان يرعى اطفال صاحب الافضال عليها الحاج الهاروني كذلك ظنت وكذلك ظن امام المسجد القريب من منزلها لما طالبت منه الرأي والمشورة لم تكن تظن ارقيا انها وضعت حول رقبتها ثعبانا رهيبا فما ان تزوجتها وما ان تم اشهار الزواج حتى جاء يسكن معها في بيتها لم تكن ترى من بأس في ذلك ثم بعد ايام طلب منها ان تفوض اليه تدبير شأن المقاولة البناء وقد برر ذلك بان التفويد سيمكنه من التصرف واتخاذ القرارات الحاسمة التي يتعين عليه احيانا ان يتخذها وهي قرارات غالبا ما تخص الصفقات جاءها يوما بتفويد مكتوب كان يعلم انها لا تعرف القراءة وكان يعلم ان امام المسجد سيطلع على نص التفويد لم يكن فيه ما يثير الريبة او الشك ولكن السرغيني دس بين نسخ ذلك التفويد تفويدا اخر لم تعلم ارقيا مضمونه وكان تفويدا يتيح للسرغيني التصرف في كل املاك ارقيا زوجته بعد هذه المرحلة تبدل سلوك عبد المالك السرغيني بدأ يأتي الى البيت متأخرا ثم بدأت تشم فيه رائحة الخمر ثم صار يتغيب عن البيت اياما ويأتي ثملا سكرانا كان يرفض ان يجيب حين كانت تسأله عن احوال مقاولة البناء كان يفتعل الغضب ليصرخ في وجهها ويدعي ان الاحوال لم تعد بخير بسبب الظروف الاقتصادية والمضاربات والمنافسة غير الشرعية لم يكن لرقيا ان تصدق ما يقوله السرغيني كانت تحس بانه يراوغ ويحاول التخلص منها باي ثمن في صمت كانت تبتلع مرارة ما تحس به كانت تحس بان الوضع صار يتطلب التدخل لتوضيح الامور ووضع حد لما يجري بعد منتصف ليلة الحادي والثلاثين من دجمبر من العام اثنين والفين جاء السرغيني في حالة سكر متقدم القى بنفسه على الفراش كانت على ملابسه اثار قيء قام ترقيا بتجريده من معطفه ومسحت ما علق بوجهه من قيء ثم تركته يغط في نوم عميق في تلك الليلة قام ترقيا للمرة الاولى منذ ان تزوجتها بتفتيش جيوب ملابسه في الجيب الداخلي للمعطف وجدت صورة امرأة شابة ولاحظت بين مفاتيحه مفتاحا لم تكن قد رأته من قبل في الصباح نادت بجمعة ابن خالها الذي يعمل سائقا طلبت منه ان يذهب بالمفتاح الغريب ويستخرج نسخة منها كان السرغيني لفرط سكره يغط في النوم وكانت الساعة تقترب من الثانية عشرة زوالا لما افاق الدعا انه حضر اجتماع عمل وانه على غير عادته افرط في شرب الخمر كانت القيا بعد الذي اكتشفتها تعلم ان السرغيني يكذب مرة اخرى ولكنها بالرغم من ذلك ظلت تعامله معاملة الزوجة المطيعة لزوجها بعد تلك الليلة قررت القيا التحرك اوكلت الى احد اصدقاء ابن خالها بجمعة مهمة تعقب السرغيني كانت تريد ان تثبت بالحجة والبرهان خيانته لها بعد اسبوع جاءها الرجل يحبل اليها معلومات على قدر كبير من الخطورة قال لها ان المفتاح الذي وجدته مع مفاتيح السرغيني انما هو مفتاح شقة يلتقي فيها تلك المرأة التي وجدت صورتها في جيبه الحادي عشر من يناير عطلة وطنية لمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال وذاك الحادي عشر من يناير لم يأتي السرغيني الى البيت واتصل هاتفيا برقية قال لها انه ذاهب الى الرباط من اجل صفقة هامة قال ايضا انه سيعود بعد يومين او ثلاثة ابدت له ثقتها وهي تعلم في قرارة نفسها انه يكذب كان بجمع الصنهاجي السائق وابن خالي رقية يتابع الذي يجري الغصة التي خلفها لديه زواج رقية من السرغيني ما زالت حاضرة في منتصف ليل ذاك الحادي عشر من يناير نادته رقية وطلبت منه ان يرافقها الى حيث توجد الشقة التي يلتقي فيها السرغيني عشيقته لما وصل قرعت جرس البواب ودون ان تسمع ردا فتح الباب ذلفت رقية وبجمع الى الداخل كانت الشقة تقع في الطابق الثاني من العمارة بادر ترقية باستعمال المفتاح الذي معها انفتح الباب تسللت الى الداخل بعد ان طلبت من بجمع ان ينتظرها عند باب العمارة توجهت الى باب غرفة ظنت انها غرفة النوم فتحت الباب كان السرغيني نائما على الفراش والى جانبه تلك المرأة التي رأتها في الصورة صرخت رقية الخائن هب السرغيني من نومه فزعا واستيقظت المرأة توجه الى رقية يريد ان يخنقها ويكتم انفاسها بينما اسرعت تلك التي كانت في فراشه نحو المطبخ وجاءت بسكين كبير قاومتها رقية اصيبت بجرح طفيف في يدها بينما انقلبت السكين واصابت الاخرى في وجهها كان السرغيني بينهما ارادت المرأة ان تطعن رقية في صدرها وصادفت الطعنة بطن السرغيني هوا على الفراش كان يحاول ان يسحب السكين التي غارت في بطنه لم يستطع ثم لم يعد يتحرك كانت رقية تنظر اليه وقد ذهلت للذي حدث ولسرعة التي دارت بها عجلة الامور تبخرت المرأة التي كانت مع السرغيني في الفراش دعت رقية بجمعة لمساعدتها لما دخل كان السرغيني ميتا نصح بجمعة رقية بابلاغ الشرطة لان ذلك هو التصرف السليم اخذ هاتفها المحمول وطلب شرطة النجدة ابلغ بالذي حدث واعطى عنوان الشقة حضر العميد فاضل شمس الدين رئيس فرقة الجنائية لشرطة القضائية بتازة يرافقه ثلاثة من مساعدين كان السرغيني ملقا على السرير كان عاريا تمت معاينة باقي مرافق الشقة ابلغت رقية العميد بالذي حدث وكانت حريصة على ان تبعد كل تهمة عن ابن خالها بجمعة ولكن الذي ادلت به رقية كان يخلو من كل معلومة هامة حول المرأة التي تشاجرت معها والتي حسب اقوالها اصابت السرغيني وقتلته بالسكين التي كانت في يدها ابلغت رقية العميد بالاسم الذي كان مكتوبا على ظهر تلك الصورة التي اكتشفتها قبل ايام في جيب السرغيني كان الاسم نوال في غرفة النوم اكتشفت بضع شعرات تميل الى الاحمرار لم تكن تتناسب مع شعر رأس سرقية اخذت الشعيرات كما وضع السكين في كيس بلاستيكي خاص وارسل الكل الى مختبر الشرطة العلمية بالرباط علم العميد فاضل شمس الدين من بواب العمارة ان الشقة مكترات من قبل عبد المالك السرغيني الذي يعيش بها رفقة زوجته منذ ستة اشهر كما قال انه لم يسبق ان رأى الشخصين الذين اقتادتهم الشرطة وكان يعني ارقية وبجمعة في مفوضية الشرطة تولى استجواب ارقية فريق يقوده الضابط الممتاز محمد التوسي رئيس فرقة الجنايات الكبرى حكت ارقية كيف ان سلوك زوجها تبدل وكيف بدأت تشك فيه وكيف تعقبته الى ان وقع الذي وقع في تلك الشقة استجواب بجمعة الصنهاج لم يأتي باضافات وبدأ ان الرجل لم يكن حاضرا لحظة وقع الذي وقع كان يتعين الان على المحققين ان يعثر على المرأة التي كانت في فراش السرغيني التحريات الاولية افادت بان المرأة كانت تأتي الى العمارة على متن سيارة بيضاء تحمل لوحة سيارات الجماعات ومع ان الضابط التوسي وسع دائرة البحث الى كل المصالح الادارية بتازة بحثا عن امرأة تسخر سيارة مصلحة في ملك الجماعة لكن كل الابحاث لم تثمر كان ذلك يبقي على ارقية في وضع صعب اثناء تفتيش مكتب عبد المالك السرغيني في مقر المقاولة كان في جملة الملفات التي تم العثور عليها ملف صفقة مع جماعة جرسيف وقد جعل ذلك الاكتشاف المحققين يوسعون دائرة التحريات الى خارج تازة كان الضابط الممتاز محمد التوسي من تولى البحث في جماعة جرسيف وكان طبيعيا ان يتصل برئيس الجماعة لما طرح الضابط الموضوع نادى رئيس الجماعة على الشاوش وطلب منه ان يذهب عند نوال ويطلب منها ملف الصفقة تذكر العميدة النرقية لم تكن تعرف عن تلك المرأة سوى ان اسمها نوال بعد لحظات احضر الشاوش الملف لحظتها طلب الضابط ان يرى السيدة نوال لم يمانع رئيس الجماعة وطلب حضورها لما دخلت كان اول ما لحظه الضابط ان المرأة تحمل في وجهها اثر جرح وكان ترقية قد قالت ان المرأة اصيبت في وجهها قبل ان تختفي لم يرد الضابط ان يسألها ولما مضت الى مكتبها سأل رئيس الجماعة عن سبب الجرح الذي بوجه المرأة قال انها اصيبت في حادثة سير سأله العميد عن اسمها علم انها تدعى نوال الرماني كما ابلغه رئيس الجماعة بانها موظفة مواضبة وانها تزوجت مؤخرا من مقاول يتعامل مع الجماعة تأكد الضابط الان بان تلك المرأة التي رأى والتي كانت على قدر من الجمال هي التي يبحث عنها في تازة كانت مفوضية الشرطة تتوصل بنتيجة تحليل الشعيرات التي عثر عليها في غرفة النوم حيث قتل عبد المالك السرغيني لم تكن شعيرات لرقية التي اخلي سبيلها على ان تبقى رهن اشارة الباحثين ابلغ الضابط الممتاز الوكيل العام بالمعطيات الجديدة اذن له بتوقف المرأة التي نقلت الى تازة حيث تم الاستماع اليها اكدت انها تزوجت زواجا عرفيا من عبد المالك السرغيني الذي وعدها بتوثيق الزواج بصفة شرعية ما ان يطلق زوجته رقية ولكنها انكرت وجودها معه في الشقة ليلة قتل لم يسمد انكارها ذاك طويلا اذ واجهتها نتائج التحليلات المخبرية التي اثبتت ان الشعيرات التي عثر عليها في غرفة النوم تعود اليها لم يكن امامها الى الاعتراف اعترفت بكل الذي حدث في تلك الليلة قالت انها عادت الى جرسيف وظلت تترقب وصول اخبار عن السرغيني الى ان تم توقفها في 28 من يونيو من العام 10 والفين في حدود الساعة العاشرة والربع تلقت مصالح الامن الوطني بمراكش اتصالا هاتفيا من مدير وكالة بنكية تقع في جليز وقد ابلغ عن عملية اعتداء تعرض لها في باب الوكالة محاسب لشركة النهضة بينما كان يغادر ومعه مبلغ مالي هام نظرا لخطورة هذا الاعتداء اسرع الى عين المكان العميد الاقليمي رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية مراد ابو العواطف كان معه عدد من مساعده كان الضحية ملقى على الارض وقد تحلق حوله بعض موظفي الوكالة البنكية وكثير من الفضوليين كان مغمى عليه قال شاهد من موظفي الوكالة البنكية ان الذين هاجموه ثلاثة ملثمون استعملوا بخاخا مخدرا للسطو على الكيس الذي كان يحمله تعذر استجواب الرجل وتم نقله على عجل الى المستشفى علم العميد ابو العواطف من القائمين على الوكالة البنكية ان مجموع ما كان يحمله الرجل محاسب شركة النهضة مليون وخمسمائة الف درهم علم ايضا ان المبلغ كان يتكون من اوراق من فئة مائتي درهم لم تستعمل من قبل وقد توصلت بها الوكالة من بنك المغرب منذ يومين كانت المعلومة ذات فائدة هامة بالنسبة للبحث فقد طلب العميد الارقام التسلسلية التي كانت ضمن الرزم التي تسلمها المحاسب عصر ذلك اليوم استعاد محاسب الشركة الوعي زاره في المستشفى العميد ابو العواطف كان ما فاه به الرجل يتطابق تماما مع تلك المعلومات التي حصل عليها العميد من مسؤولي الوكالة البنكية في الحقيقة لم يكن في تلك المعلومات ما يمكن من التعجيل بالقاء القبض على الجناة وعلى مدى عدة ايام تواصل البحث نظمت عمليات تطهيرية وتم استجواب عدد من المشبوه فيهم ولم يتسنى الوصول الى شيء بدى الجنات الثلاثة الذين نفذوا الاعتداء وقد تبخروا او ابتلعتهم الارض شهرا بعد ذلك الاعتداء الذي وقع في جليز تحديدا في التاسع والعشرين من يوليوز من العام عشر والفين توصلت مصالح الامن باشعار من الشركة التي تتولى التدبير المفوضة للنظافة تبلغ فيه عن اكتشاف جثة بشرية في مزبلة سوق الخضر والفواكه بباب دكالة فجر ذلك اليوم كان احد عمال النظافة بصدد جمع كومة من النفايات اذ وقع على كيس يحمل اثر دم لما فتحه فاجأه وجود اعضاء بشرية كان اكتشافا رهيبا على عجل تحرك الى باب دكالة والي امن مراكش والواكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف من معاينة اولى للكيس تبين ان الامر يتعلق بجثة رجل شاب تم تقطيعها تلقى العميد ابو العواطف التعليمات من الواكيل العام للملك بمباشرة اجراءات نقل تلك الاعضاء البشرية الى المستودع البلد للاموات والعمل على تحديد هوية القتيل في عين المكان عدا ذلك الكيس الملطخ بالدم لم يتم اكتشاف اي شيء اخر انتقل العميد ابو العواطف الى المستودع البلد للاموات كانت قد مرت ساعتان على نقل تلك الاعضاء البشرية الى المشرحة ولما وصل كان الطبيب الشرعي قد وضع كل محتويات الكيس على طاولة التشريح وقد ثبت من خلال المعاينة ان كل تلك الاعضاء تعود الى رجل واحد كان شابا ابيض البشر قوي البنية وكانت موشومة على ذراعيه عدة رسوم لافاعي وعقارب وعلامات اخرى مبهمة قدر الطبيب الشرعي ان يكون الرجل في العقد الثالث من عمره وانه قتل قبل اقل من 24 ساعة كما استنتج انه حاول مقاومة قاتله او قتلته كانت تقديرات مجرد تقديرات بينما كان على العميد ابو العواطف ان يستجلي حقيقة الرجل ويتحقق من هويته ولذلك طلب رفع بصماته لحسن حظ محققين فان اصابع الجثة المقطعة كانت تتيح رفع بصمات واضحة ثلاث ساعات بعد ذلك لم يكن الشاب مقطع الاوصال نكرة صار له اسم وسجل كامل من المعلومات تخصه فما ان عردت البصمات على قاعدة البيانات حتى نطقت بان الامر يتعلق بمغربي ذكر اسمه الحسين الخلوي من موالد مراكش في العام 84-900 نطق سجله ايضا بانه ذو سوابق وان اخر عقوبة حبسية قضاها صدرت ضده في العام 5000 وكانت مدتها خمس سنوات قضاها في سجن علي اموم الذي غادره في الحادي والعشرين من مارس من العام عشر والفين عدى الجثة المقطعة للحسين الخلوي كان في ذلك الكيس الذي اكتشف في مزبلة سوق الخضر بباب دكالة قميصان وسروال كانت ملابس بها بقع دم لوحظ انها ليست من مقاس شخص واحد في الامر ما يسترعي الانتباه ويستفز الفضول كانت المعلومات التي توفرت حول القتيل الحسين الخلوي تحيل المحققين على الفترة التي قضاها في سجن علي اموم انتقل المحققون الى هناك كان الهدف التعرف الى الاشخاص الذين تقاسم معهم الزنزانة وعلى وجه التحديد اولئك الذين كان يميل اليهم او يميلون اليه اكثر كان المحققون يركزون بحثهم على السجناء المنحدرين من مدينة مراكش ولم تكن المهمة صعبة ضمن قائمة حملت عدة اسماء لسجناء سابقين وحاليين استوقفت اهتمام الباحثين ثلاثة اسماء لسجناء سابقين كانوا قد ادينوا في عمليات اعتداء على اشخاص بغرض سلبهم ما كان بحوزتهم او لاسباب تمس الاخلاق بعد الاستماع الى الثلاثة لم يثبت للمحققين ارتباطهم بمقتل الخلو ولذلك اخلي سبيلهم وان ظلوا تحت المراقبة وهي مهمة اوكلت الى متخرجين حديثا من المعهد الملك للشرطة لم يكونوا معروفين لدى الجمهور الواسع بدت التحريات وكأنها تسير باتجاه طريق مغلق كانت التحقيقات مستمرة منذ اسبوعين الان دون ان تلوح في الافق اشارة ما الى قرب الوصول الى قاتل او قتلة الحسين الخلوي ولم يكن في سياق تلك التحريات ما يشير الى وجود صلة ما بين جثة مزبلة سوق الخضر في باب دوكالة وعملية السطو التي وقعت منذ نحو شهر ونصف الشهر عند باب وكالة بنكية في جيليز كانت الصحف المحلية تبدي اهتماما كبيرا بالجريمتين وكانت مصالح الامن تتعرض لضغط شديد وكانت مقالات الصحف تشدد على تزايد قلق الساكنة ازاء تفاقم الجرائم وتتحدث عن انعدام الامن في جهات كثيرة من مراكش كل ذلك كان يمثل ضغطا شديدا على المصالح الامنية خاصة وعلى السلطات المحلية بشكل عام في ولاية الامن بمراكش كان يعمل في مصلحة الشرطة القضائية مفتش قضى في الخدمة ما يزيد عن خمسة وثلاثين عاما وكان سيحال على المعاش بعد اشهر بنهاية العام عشر والفين ومع انه لم يكن مشاركا في التحقيق حول جريمة القتل وتقطيع الجثة التي تعرض لها الحسين الخلوي فانه كان يتابع اصداء التحريات دافعه في ذلك حسه المهني القوي ذات صباح تقدم لدى العميد ابو العواطف وطلب تمكنه من اعادة الاستماع الى احد السجناء السابقين الثلاثة الذين تقاسموا الزنزانة مع الخلوي في سجنع لامم وافق العميد في النهاية ليس هناك ما يمكن خسارته في ذلك اليوم احضر الرجل الى مكتب مفتش العرب الغوي كان السجين السابق يعرف المفتش الغوي كما ان المفتش كان يعرفه لفرط ما تعاطى مع قضايا تورط فيها استمع اليه ثلاث ساعات وقد استشعر ان السجين السابق يخفي معلومات ما ورجح ان يكون سبب تكتمه الخوف ولذلك قاده الى مكتب العميد الاقليمي مراد ابو العواطف ولما مثل امامه طلب المفتش من العميد ان يطمئن السجين السابق بانه لن يأتي ذكر لاسمه في التحقيق ان هو افضى بكل ما لديه كان العميد يأمل ان يتيح تدخل المفتش الغوي منفذا لتقدم التحقيق ولذلك وافق على ان يحتفظ باسم الرجل طي الكتمان اذاك نطق السجين السابق قال ان الحسين الخلوي الذي عثر على جثته مقطعة في مزبلة السوق كان شديد العطف على سجين مغربي كان قد تم ترحله من فرنسا الى المغرب لقضاء عقوبة حبسية بعد ان ادين في عملية سطو على احدى المؤسسات البنكية في باريس اسمه خالد خالد المرزغاني علم المحققون بعد ان زاروا من جديد سجن علي اموما ان خالد المرزغاني بعد ان غادر السجن توجه للسكن مع والدته في حي رياض الزيتون بمراكش ومع ان المفتش العرب الغوي اثبت للمحققين الشباب ان الخبرة تتيح اشياء تبدو احيانا متعذرة او عسيرة المنال فانه نفسه لم يكن لحظتها يعلم انه وضع التحقيق على مسار لم يكن حتى العميد الاقليمي ابو العواطف يتوقع ما سيحمله من مفاجآت الحلقة الثانية والاخيرة لم تكن التحريات قد احدثت ثغرة حقيقية باتجاه الوصول الى قاتلي او قتلة الحسين الخلوي الذي عثر عمال النظافة على جثته مقطعة داخل كيس بلاستيكي في مزبلة سوق الخضر بباب دكالة بمراكش فجر التاسع والعشرين من يوليوز من العام عشر والفين وجاء تدخل المفتش العرب الرغوي الذي كان سيحال على المعاش خلال اشهر بنهاية العام عشر والفين لتمنح التحقيق نفسا جديدا فقد طلب اعادة الاستماع الى سجين سابق كان يتقاسم الزنزانة مع الخلوي وبعدما طمأنه بحضور العميد الاقليمي رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمراكش بان اسمه لن يذكر نطق السجين السابق بمعلومة هامة اذ قال ان الحسين الخلوي وقد كان ذا قوة وبأس ومهابا بين السجناء كان يعطف على سجين مغربي كان قد رحل من فرنسا لقضاء عقوبة بالسجن من خمسة اعوام بعد ادانته في قضية عملية سطو على وكالة بنكية في باريس كان الشاب يدعى خالد المرزغاني وعلم المحققون بالعودة الى سجله في سجن علي اموما انه مزداد بنواحي وارززات وانه بعد ان غادر السجن ذهب للسكن مع والدته في الرياض زيتون بمراكش علم الباحثون ان المرزغاني والخلوي غادر السجن في الشهر نفسه اي في شهر مارس من العام عشر والفين توجه المحققون الى حي الرياض زيتون بالمدينة العتيقة كانت والدة خالد المرزغاني تسكن بالرقم 36 في زنقة الفقراء كانت المهمة التي تولى الاشراف عليها الضابط الممتاز احمد البودريسي تتمثل في مراقبة منزل وتحركات خالد لم تكن هناك تعليمات بالقبض عليها كانت ضباط الذين اوكلت اليهم عملية المراقبة قد تعرفوا الى ملامح خالد من خلال صورة حصلوا عليها من ادارة السجن علي اموما بعد ثلاثة ايام رأوه يدخل منزل والدته التي كانت تعيش مع زوجها الثاني وابنائها الثلاثة منها لم يمكث طويلا في منزل والدته وخرج تبعه احد الباحثين توجه الى زنقة الجزارين هناك فتح باب منزل قديم لم يخرج سوى في اليوم التالي في حدود الساعة العاشرة صباحا واثناء المراقبة علم المحققون من بقال في زنقة الجزارين ان خالد العائد من فرنسا من حيث تم ترحيله يسكن في منزل والده وان ذلك المنزل ظل مهجورا لسنوات طويلة لما خرج خالد توجه الى موقف السيارات القريب رآه الذي يقتفي اثره وهو يفتح سيارة رباعية الدفع سجل الضابط ارقامها كان طبيعيا ان يتم البحث في خلفيتها تم عرض ارقام تسجيلها على المصالح المختصة وتأكد ان السيارة في ملك خالد المرزغاني وانه اشتراها قبل اسبوعين من رجل اسمه بعز المنقوش يسكن في مدينة بنجرير كان على الباحثين ان يزور المالك السابق للرباعية الدفع كان عنوانه مدونا في ملف السيارة لما قابلوه علموا منه انه باع تلك السيارة الى خالد المرزغاني بمائة الف درهم وانه لم يسلمها اليها حتى انهى اجراءات تسجيلها في اسمه سأل احد الضباط الرجل عما اذا كان خالد قد دفع ثمن السيارة نقدا ام انه دفع بواسطة الشيك بحك ابو عز باستخفاف وقال انه حين يتعلق الامر بشخص لا يعرفه فانما يسر على ان يكون الدفع نقدا وامعانا في التفصيل قال ابو عز للضابط ان خالد اتاه باوراق نقدية جديدة كانت كلها من فئة مئتي درهم استوقف ذلك التفصيل الضابط الممتاز احمد البودريسي وكان قد سمع حين التحقيق حول عملية السرقة التي تعرض لها محاسب شركة النهضة في باب وكالة بنكية في جليز ان اللصوص وكانوا ثلاثة ستوا على كيس كان الرجل يحمله وبداخله مليون وخمسمائة الف درهم سأل الضابط الرجل عما اذا كان ما زال محتفظا بتلك الاوراق النقدية ضحك ابو عز مرة اخرى قال انه تأكد من سلامة الاوراق النقدية وانه اودع نصفها في حساب بنكي ويحتفظ بالنصف الاخر في المنزل لادارة تجارته في السيارات المستعملة طلب الضابط من بوعزة ان يأتيه بواحدة من تلك الاوراق واخرج من حافظة نقوده مئتي درهم قال له انه يريد استبدالها لم يمانع الرجل دخل الى بيته وبعد لحظات خرج يحمل ورقة نقدية من فئة مئتي درهم لم تستعمل من قبل لما ركب الضابط الممتاز سيارته ربط الاتصال بالعميد الاقليمي مراد ابو العواطف ابلغه بما وصل اليه ثم طلب منه ان يذكره بالسلسلة الرقمية التي توجد بينها اوراق المئتي درهم التي سرقت من ذلك المحاسب في جليز كانت المفاجأة كبيرة لقد صار المحققون شبه جازمين بان خالد المرزغاني واحد من اللصوص الثلاثة الذين نفذوا الاعتداء الذي تعرض له المحاسب صار لدى المحققين ايضا شكوك قوية في وجود رابط ما بين عملية السطو والجثة المقطعة الاوصال التي عثر عليها في مزبلة سوق الخضر بباب دوكالة تقرر القبض على خالد المرزغاني جمع العميد ابو العواطف في مكتبه اعضاء فريق المحققين وابقى على المراقبة لصيقة بالمرزغاني لقد بينت التحريات ان عمليات السطو التي شارك فيها في فرنسا جعلت منه مجرما خطيرا ولذلك فان العميد الاقليمي رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمراكش كان حريصا على التخطيط للقبض على المرزغاني دون ان يعرض حياة اعضاء فريقه لخطر كبير لم يسقط من حساباته احتمال توفر المرزغاني على سلاح الناري تم تكوين ثلاث فرق على رأس كل واحدة منها ضابط موثوق في خبرته كان على الفرقة الاولى التي تتكون من ستة افراد ان تحتلأ اسطح المنازل المجاورة لمنزل المرزغاني في زنقة الجزارين كان على الفرقة الثانية وتتكون ايضا من ستة افراد ان تقوم بعملية المداهمة وكانت الفرقة الثالثة وهذه تتكون من عشرة افراد كان عليها ان تكون مستعدة للتدخل وتتخذ موقعا لها في شوار المنزل تم تحديد السادسة من صبح الغد موعدا للقبض على خالد المرزغاني كان المؤذن ينادي الى صلاة الصبح ذاك التاسع والعشرين من غشت لما اخذت كل فرقة مكانها في السادسة تماما تم اقتحام المنزل بوغت خالد المرزغاني وهو يخرج مذعورا من الغرفة التي كان نائما فيها لم يترك له مجال للمقاومة او حتى الكلام تم تصفيده وبدأت بحضوره عملية تفتيش للمنزل لاحظ الضابط الممتاز احمد البودريسي وجود اكياس رمل وقطعا من الزليج وكيسي اسمنت وفأسا ومسحاتا في بهو المنزل وكأن اشغالا اجريت حديثا في المكان نزع احد الضباط زربية كانت مفروشة في البهو فظهر مكان حفر حديث لم يكن قد وضع عليه الزليج بعد في احدى الغرف داخل خزانة بالية تم العثور على الكيس الذي سرق من محاسب تلك الشركة في جليز كان يحتوي على ما تبقى من المبلغ المسروق على الفور تم ابلاغ رئيس مصلحة الشرطة القضائية بالنتائج الايجابية التي حققتها مداهمة منزل خارد المرزغاني انتقل العميد ابو العواطف الى زنقة الجزارين كما حضر الوكيل العام للملك وطلب حضور افراد من مصلحة الصيانة بالعمالة وصدر الامر بحفر المكان الذي بدى وقد اجريت به اشغال حديثا كان المرزغاني يلتزم الصمت يتابع ما يجري بعد ضربتي فأس دهش الجميع لاكتشاف جثة في المكان كانت جثة رجل في الثلاثين من العمر وكانت تحمل عدة اثار لطعانات بادات حادة بامر من وكيل الملك تم اخراج الجثة من تلك الحفرة ونقلت الى مستودع الاموات لتشريحها سارع رجال مصلحة التشخيص القضائي الى اخذ بصمات الجثة وتبين ان القتيل يدعى جليل العبدي وانه من مواليد مراكش في العام واحد وثمانين تسعمائة والف كما انه كان من ذوي السوابق وقضى بدوره مدة في سجن علي اموما بمراكش علم المحققون انه غادر السجن عشرة اشهر قبل الافراج عن خالد المرزغاني ولاثبات الصلة بين الجثة التي وجدت مقطعة الاوصال في باب دوكالة والجثة التي عثر عليها مدفونة في منزل زنقة الجزارين تم اخذ عينتين من دمي الجثتين وعينة ثالثة من دم خالد وارسلت الى المختبر الوطني للشرطة العلمية بالرباط لمقارنتها ببقاع الدم التي عثر عليها في الملابس التي وجدت في الكيس الذي وضعت فيه الجثة المقطعة بعد يومين جاءت النتائج مؤكدة ان الدماء تعود الى خالد المرزغاني والحسين الخلوي وجليل العبدي الثلاثة كانوا معا وشاركوا في عملية السطو على المئة وخمسين مليون سنتيم التي كان يحملها محاسب شركة النهضة كان الكيس الذي عثر عليه في منزل خالد دليلا اخر ايقن المحققون ان خالد المرزغاني شارك في جريمتي القتل وفي جريمة السرقة لديهم الان ما يكفي من الادلة لتطويقه مر خالد المرزغاني الى الاعتراف حكى بداية تفاصيل حياته مع والده في فرنسا الى حيث هربه بعد ان طلق امه حكى كيف تركه للشارع ولقدره وكيف احتضنته اوساط الجريمة في باريس وكيف صار مجرما الى ان تم ترحيله الى المغرب قال انه بعد ان غادر سجن علي امم كان يقوم باعتراض سبيل المرة يسلب منهم اموالهم تحت تهديد السلاح وذات مرة التقى رفيق الزنزانة السابق الحسين الخالوي واتفق على القيام بعملية سطو تمكنهم من الحصول على مبلغ يكفي لتأمين مستقبلهما كان خالد ذا خبرة في السطو على البنوك اخبره الخالوي بانه يعرف موظفا في احد البنوك كان من الزبناء المواظبين على احدى الحانات وكان سكيرا ثرثارا وقد علم منه ان الرجل ماء يشرب كأسا او كأسين حتى يبوح بكل ما يحمله من اسرار وقد علم منه ان كثيرا من الزبناء يسحبون اموالا بمبالغ ضخمة ويخرجون بها من الوكالة البنكية دون اي اجراءات امنية ومنهم محاسب شركة النهضة الذي يأتي نهاية كل شهر لسحب مبلغ يبلغ احيانا مليون درهم كانت تلك المعلومات منطلقا لمراقبة تحركات محاسب الشركة كان المرزغاني والخلوي بحاجة الى ثالث يساعدهما ولذلك تم الاتصال بجليل العبدي وكان رفيقا لهما في السجن وقد اشترط عليه ان لا يتعدى نصيبه من المسروق الخمس باعتبارهما صاحبي المشروع وافق اعترف خالد المرزغاني بانهم لما تمكنوا من سرقة مبلغ تولى اخفاءه في منزل والده بزنقة الجزارين وتواعد الثلاثة على اللقاء في ذلك المنزل لقسمة ما حصلوا عليه لما باشروا القسمة انقلب عليهم العبدي اذ طالب بحصة مماثلة لحصتيهما اشتد النقاش وعلى الصراخ نهض العبدي وتوجه الى المطبخ وكان اقوى الثلاثة بنية عاد وفي يده سكين هددهما ولكنهما تصدى ياله جرده خالد من مديته وصوب اليه طعنة قوية في البطن هوى على الارض يصرخ قال خالد انه خاف ان يفتضح امرهم فوجه اليه طعنات اخرى في جهات مختلفة من جسمه كتمت انفاسه لما مات لم يكن من سبيل للتخلص من الجثة سوى بالحفر في بهو المنزل حيث دفنه كان الحسين الخلوي قد اصيب في يده بجرح عميق كان يتألم يصرخ من الالم دار في ذهن خالد انه لو تخلص منه لال اليه كل المال لم يتردد وجه الى صاحبه طعنة في الظهر بعد لحظات كان قد فارق الحياة يحكي خالد انه لم يجد سبيلا للتخلص من الجثة سوى بتقطيعها ووضعها في كيس لما سكنت كل حركة في زنقة الجزارين خرج يحمل الجثة مضى بها الى باب دكالة والقى بها في المزبلة بقية القصة علمتموها تم تقديم خالد المرزغاني امام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتهم تكوين عصابة اجرامية والسرقة باستعمال العنف واستعمال ناقلة ذات محرك لتسهيل الفرار والقتل العنف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر